التسعب توقيت القهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراقة الصناعية التكاملية من أجل تنمية الاقتصادية المستدامة التي تمثل تجسيدا وقاعيا للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الرئيس السيسي بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزرات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للأعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراقة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث أعرب رئيس عبدالفتاح السيسي عن التطلع لاستمرار التواصل الناشط بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة وخلال اجتماعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الجوار والتواصل أوليفر فارهيلي أكد رئيس سيسي المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر كما أكد رئيس سيسي أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلام واشدد رئيس سيسي أيضا على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد النهضة وفق القانون الدولي دي الصلة في هذا الشأن أدنت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي وأصفر عن استشهاد جندي أردني وإصابة اثنين آخرين وعربت الخارجية عن تعزيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا ولدوي ضحايا الهجوم المسلح مؤكدة وقوف مصر التام مع المملكة في هذا الحادث الأليم أعلنت الجريدة الرسمية التونسية أن رئيس تونسي قيس سعيد عزل سبعة وخمسين قاديا لاتهامهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء التونسي قال رئيس سعيد أن إرادة الشعب سوف تخرج من صندوق الاقتراع وستغير تاريخ البلاد مؤكدا أنه ليس هناك مكان لمن يريد أن يبيع إرادته ويضاعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة دات سيادة والسيادة فيها للشعب أكد الرئيس الأوكراني فلوديمي زيلنسكي أن ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني يقتلون يوميا في ساحة المعركة بينما يصاب نحو 500 آخرين بجروح وقال زيلنسكي أن الوضع شرق البلاد صعب للغاية رغم الجهود التي تقوم بها القوات الأوكرانية من أجل المحافظة على الخطوط الدفاعية ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوهانسك شرقيا البلاد أعرب 67% من الدنماركيين المشاركين في الاستفتاء العام عن تأييدهم لانضمام بلادهم للسياسة الدفاعية الأوروبية في ظل المخاوف الأمنية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ماتي فردريكسن أنه من خلال نتيجة الاستفتاء بعثت الدنمارك برسالة قوية إلى الحلفاء في أوروبا وفي حلف شبال الأطلسي والرئيس الروسي بلاديمي بوتين أن الأزمة الأوكرانية تهدد استقرار أوروبا أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا يحمل بندوقية ومسدسا فتح النار داخل مبنى طبي في منطقة تالسا بولايتي أوكلاهوما الأمريكية مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل أن ينتحر منفذ الهجوم برصاص وشددت الشرطة على أن الاستجابة السريعة من رجال الأمن للحادث حالت دون تعرض المزيد من الأشخاص للضرر وقالت الشرطة أنها تحاول معرفة هوية المشتبه به الذي قدرت أن عمره يتراوح ما بين 35 إلى 40 عاما نهاية منجزة التسعنة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل